أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات الديوان هو مش ملك ولا رئيس دولة ولا سلطان ولا غني ولا حتى ممثل مشهور ولا هو رجل أعمال ناجح ثروة تقدر بالمليارات أو بالملايين ولا هو رجل دين له أتباع مريدين لكنه إنسان مجرد إنسان إنسانه بس وإنسان بسيط ومتواضع وضعيف وكبير في السن ومريض بعد ومع كذا بكت عليه مصر كلها ونعاه المجتمع المصري والعربي وبعض دول العالم بعد المسلمين بكوه والمسيحيين وحتى اللا دينيين تعلموا منه وحزنوا على رحيله وأنا شخصيا تأثرت به وحزنت عليه وأعتقد أن أغلبنا سمع عن وتعرف على وحزن لرحيل الدكتور الإنسان محمد عبدالغفار المشالي والسؤال هنا لكن ليش؟ وإيش السبب اللي يخلي العالم كله يحزن لرحيل إنسان بسيط مثله؟ وهل المفروض حياته ورحيله يمر على ذوي الإنسانية مرور الكرام؟ أو يكون محطة يتعلم منها الإنسان؟ الدكتور محمد مشالي مولود سنة 1944 وتخرج من كلية الطب سنة 1967 ورحل عن عالمنا سنة 2020 يعني حياة عادية وبسيطة وسيرة موجودة ومكررة وما فيه شيء مختلف فييش المميز فيها؟ وييش اللي خلى منه رمز ومثل للكثير من اليوم؟ والحقيقة إن أول شيء هو العمل اللي كرس له الدكتور محمد مشالي أغلب حياته وثاني شيء وهو الأهم بالنسبة لي الدافع الأساسي والمحرك الرئيسي والسبب لهذا العمل اللي خلاه يستمر بدون توقف وأخيرا شخصيته اللي ما تغيرت أو تأثرت بسبب هذا العمل أو التأثير الشهرة فكلنا نعرف إن الدكتور محمد مشالي استخدم مهنته كطبيب وكرس حياته لعلاج مرضى الفقراء والمساكين اللي يصعب عليهم دفع فاتورة الكشف المعتادة فأخذ على نفسه عهد ياخذ مبلغ بسيط أو ما ياخذ نهائيا من مريض معدم أو ما عنده يدفع كان يداوم كل يوم تقريبا حتى لو كان مريض أو تعبان أو حتى تحت أي ظرف وكان يتحامل على نفسه عشان المرضى المحتاجين مساعدته فصحتهم أهم بالنسبة له من صحته ولهم الأولوية عشر ساعات يوميا مع كبر سنة وفي أكثر من عيادة ومكان عشان يوصل لأكثر ناس محتاجين محتاجته ومرات يروح بنفس لهم إلى بيوتهم والغريب والأشد غرابة واللي فعلا خلاني شخصيا أحترم أكثر وأكثر هو السبب والدافع اللي خلاه يكرس حياته للمحتاجين فالطبيعي إنك تسأل نفسك كده وتفكر في السبب يعني إيش الدافع اللي يخلي إنسان يسوي كده يشتغل ليل ونهار بكل جد واجتهاد وبكل إخلاص ومثابرة وتعب يعني بفكرنا وفهمنا وقياستنا وقياستنا المقبول أو فهمنا المقبول إنه فيه هدف ورا كل ذا الجد والاجتهاد يعني لو يبغى يجمع ثروة أو عليه دين أو يبني عمارة سكنية خاصة أو يلبس أحسن لبس أو يتزوج أجمل وأصغر بنات أو بدافع ديني دعوي أو يمكن عشان يشرد ويهرب من زوجته اللي منكد عليه حياته أو لأي سبب دنياوي مقبول نقدر نفهمه ونتقبله كبشر عايشين في سباق مصالح وفلوس واقتصاد فيه كل شيء صالح للبيع عشان الفلوس وعادي نخسر أي شيء عشان المصلحة والسبوبة لكن مش محمد مشالي واللي مثله وأنا هنا أقول اللي مثله لأنه فيه كثير مثله فلو خلية خربت فالدكتور مجد يعقوب مثلا وجه ثاني لنفس العملة إنسان قدم وما زال يقدم الكثير وما زال يجول يصنع خيرا والسبب والدافع واحد بينهم فلو ركزني في جميع مقابلات الدكتور محمد مشالي وأسباب عمل للخير فيقول إن والد أوصاب الفقراء خيرا وإن تأثر بكتابات الدكتور طه حسين وخاصة رواية المعذبون في الأرض وأيضا بسبب حادث حرق فيه طفل نفسه عشان يوفر قيمة علاجه لإخوان المحتاجين يعني كان دافعه ومحركه الأساسي هو محبة الإنسانية والإنسان حب وعطف وحن أثمر بذل بذل وعطاء فلو راجعت كلامه فعمره ما قال أنا أسوي كذا لأن النبي وصاني أو الآية القرآنية علمتني ولا تشوفه يردد آيات أو أحاديث أثرت فيه أو معلق آيات قرآنية في كل مكان في العيادة أو يعطي علاج مع آيات قرآن للجيب تبين إيمانه أو يستقبل المحجبات فقط أبدا فكل هذا مش مهم عنده لأنه عرف المحبة وذاق طعم البذل والعطاء ففي كل حواراته ما ذكر إيمانه الشخصي إلا مرة واحدة قال فيه أنه يقوم من النوم يصلي ويطلع للشغل وبس يعني إيمانه بينه وبين ربه أما البذل والمحبة في كل الناس ونفس الشي مع الدكتور مجدي يعقوب تابعت كل حواراته تقريبا وأحاول أفهم كيف يفكر فأبدا ما ذكر آية من الإنجيل ولا قال المسيح والصاني مع إنه يقدر وعنده النصوص الكثيرة لكنه حاب يقدم عطاءه بدون تغليف وختم لشيء إلا المحبة الخاصة منه للناس فقدم المحبة بدون مراد في غير المحبة محبة بدون شيء محبة خالصة للإنسانية وعشان كذا تقبلوها الناس منه بقبول حسن إذن طبيب مسلم وطبيب مسيحي والإثنين من مصر أم الدنيا وبلد الجمال والخير والفن والعطاء والأخلاق والناس الحلوة ما جروا وراء مجد أو شهرة أو الترزز عند المسؤولين ولا عشان الفلوس والمركز الاجتماعي المرموق أو السلطة أبداً ما سواوا كذا ففي وقت الكلفين يبغى عيالي يكونوا أطباء ومهندسين ويفتخر فيهم ويعيشوا أغنياء ومرتاحين وفي اعتقادنا أن السعادة والرضا في الفلوس والربح المادي كرس الدكتور مجد يعقوب والدكتور محمد مشالي حياتهم للعلم وخدمة المجتمع وكأنهم من عالم وإحنا من عالم ثاني محمد مشالي عاش وكأنه واحد من المحتاجين وهو يقدر يعيش غني ومرتاح لكن نختار خدمة المحتاجين لين صار معروف في مصر بطبيب الغلابة في مهمة نبيل استمرت لعشرات السنين بدون توقف وكانت أمنيتي يرحل وهو يعالج المحتاجين ما قال أعيشها الحين وإذا مت يصير خير ولا بتبرع بجزء من ثروتي لكن مو الحين بعد ما أموت ولا أقدم على هجرة لأمريكا أو كندا ولا جمع فلوس عشان يبني لمجمع طبي أو مستشفى دولي تخليه يركب سيارات روز رايز ولا حتى كبر وانتفخ وقال أنا الدكتور محمد مشالي اعرف أنت بتكلم مين وقال موقف وانت بتكلمني لكن لك لكن هذا ما صار أبدا لكن اشتغل بكل جهد وتعب ومثابرة وطول بال لهدف واحد بس هو خدمة الناس المحتاجة اللي ما لها أحد عرف مصدر السعادة والمتعة الحقيقية وعرف أن المحبة هي أساس الحياة وعرف أن العطاء هو تاج المحبة فعطى وعطى وبذل بدون تعب أو توقف في مهمة إنسانية خلت هو اللي مثله في مكان وباقي الناس في مكان ثاني عرف المحبة وعرف يحب يقول سندويش فول وطعميتك فيه من جد أحرجتني يا دكتور محمد الله يسامحك مطاعم وسيارات وسفر وفلوس ورصيد وخلاف وحروب بين الناس عشان المم وإنت تقول فول وطعميتك فيك فعلا أنت غير وإحنا غير فعلا لازم نشوف الدنيا بعيونك ونتعلم منك أحبتي المشاهدين اسمحوا لي أقول إن الدكتور محمد ما كان مسيحي لكن عاشه كأن شخص مسيحي يتمثل بالسيد المسيح عاش للناس ورحل بمحبة الناس عاش فقير معدم ومع كذا قدم الكثير وبذل الأكثر السيد المسيح كان يجول يصنع خيرا من الصبح إلى الليل والدكتور محمد كان يخدم الناس من الصبح إلى الليل الدكتور محمد طبق تحب قريبك كنفسك بكل ما تعني الكلمة من معنى وبكل دقة قصدها السيد المسيح في رسالته فمش عيب ولا غلط نتعلم منه ونشوفه سالك في محبة تكلم عنه السيد المسيح وكلمة الله تقدم لنا هذا الحق من خلال الرسول بولس اللي يقول كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح فالدكتور محمد مشالي وهو إنسان غير مسيحي لأن عاش وطبق تعاليم السيد المسيح في المحبة والعطاء بشكل ممكن يحرج الكثير ممن يعرفون وصايا السيد المسيح ومع كذا معطينها ظاهرهم ومشغولين بالعالم وفي نفس الوقت هو مثال واضح يخلي المسلمين يفكرون ويتسألون ويسألون أنفسهم هل كذا المفروض نعيش أو نكمل في بناء الجسور والجدران بيننا وبين العالم الثاني اللي نشوفهم أو يعدون بالنسبة لنا كفار وهل الأرض صح والمفروض تكون دار سلام ودار كفر أو تكون دارنا كلنا والبيت بيتنا وإحنا أهل البيت وهل الإنسان مسلم وكافر أو كلنا بشر وفي كفة واحدة ومصلحتنا واحدة وبيتنا واحد السيد المسيح قال وأما أنا فقد أتي أتيت أتيتوا لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل فهل الله الخالق المصور المحب يبغاني نكون مع بعضنا في حرب وكره أو نكون مثل محمد مشالي والدكتور مجدي عقوب اسأل نفسك أنا هنا في العنوان ما حطي الدكتور محمد مشالي فيز أو ضد الدكتور مجدي عقوب لأني أشوفهم واحد وخدمتهم واحدة وهم مكملين لبعضهم وأنظر لهم من زاوية واحدة وهي المحب الإنسانية بغض النظر عن إيمانهم وعقيداتهم أو من فيهم على إيماني ومن يختلف عني فأنا هنا مش جاي أقارن بينهم أو أفضل واحد على الثاني ولا هذا هدفي من الحلقة أصلا ولا دوري أشوف من فيهم بيروح النار ومن بيروح الجنة فمش حكمي ولا شغلي ولا في سلطاني أدينهم فحتى السيد المسيح مع إن الديان ألا أنه قال لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم فمن أنا عشان أدين أحد نعم لإيماني واعتقادي في الخلاص الأبدي وأعرض عليك بكل محبة واحترام ومودة وبدون لوم أو تجريح أو كره في اختلاف لكن المفروض الاختلاف يغير أو يؤثر في محبتنا وتقبلنا وحياتنا مع بعض وفي اعتقادي إن كل كرازة أو تبشير أو دعوة لازم أبدا ما تطلع من إطار المحبة والتقدير والاحترام فعلا أبغى كتوم بالسيد المسيح لكن مش لأني أشوف نفسي أحسن منك ولا لأني أكره المسلمين أو هواي أن تقد إيمانهم أو مهمتي أنقص عددهم لكن لأني واثق إنه الخلاص الوحيد لهم وعشان أبديتهم لا أكثر ولا أقل أحبهم سواء قبلوا أو رفضوا سواء ظلوا مسلمين أو صاروا مسيحيين حبي لهم ما بيزيد ولا بينقص بإيمانهم نعمة وبشارة السيد المسيح والإيمان المسيحي موجودين وإن تحر تقبلهم أو ترفضهم والدعوة الإسلامية والدين الإسلامي موجودين وبرضوا بكيفك تختارهم أو ترفضهم لكن إنك ترفضني بسببهم فهذا المفروض لا تقتلني أو تكرهني أو تفرقني عن زوجتي وعن أهلي وتشوفني نجس بسبب إيماني بواحد منهم فذالشيء المفروض يكون مرفوض إخواني دكتور محمد مشالي ودكتور مجد يعقوب ظاهرة إنسانية فريدة مستحيل تعدي على الإنسانية والإنسان إلا ويتوقف عندها ويتعلم منها ولازم تشكل في وجداننا فرق ونقطة تحول وأنا شخصيا شفت في حياتهم الكثير من وصايا سيد المسيح وعشان كده أدعوك اليوم تتعرف عليه فهو جاء عشان يغير في جوهرنا وأعماقنا وحياتنا ونرجع للإنسان القديم والصورة اللي اختارها الله لنا فخلني شوف ونتعلم من السيد المسيح اللي بقرأ لكم من كلامه وشوفوا إنتوا إيش يقولوا خلني نتعلم منه اليوم مسلمين ومسيحيين آمين يقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخرافة من الجداء فيقيم الخرافة عن يمينه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت عريانا فآويتموني عريانا فكسيتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك وعطشانا فسقيناك ومتى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم ثم يقول وهذا دليل أن السيد المسيح ينظر إلى محبتنا وقربنا لبعض عزيز المشاهد أكثر شيء وممكن نتعلم من الدكتور محمد مشالي والدكتور مجدية عقوب أن نحن نكون يد واحدة ونحب بعض ونجسد المحبة والعلاقة الصحية بيننا كبشر أشكركم على متابعة الحلقة وأتمنى تكون مثمرة في حياتكم وأتمنى أشوفكم على خير الحلقة الجاية وشكرا لكم اشتركوا في القناة